أيضا أكد وزير الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي رفض مصر القاطع وإدانتها للإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف عرقلة إنفاذ المساعدات الإنسانية ومنع وكالة أنورواء من الاطلاع بدورها بالإضافة لأهمية العمل على تمكين السلطة الفلسطينية وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفرنسية جانويل بارو شدد عبدالعاطي على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في لبنان وقرار التهديئة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشكل كامل وتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني كما استعرض عبدالعاطي الجهود المصرية الرامية لإنهاء أزمة الشعور الإنسرائيسي في لبنان وضرورة انتخاب رئيس للبنان يتوافق مع لبنان دون أملاءات خارجية ودعم المؤسسات اللبنانية وفي مقدمتها الجيش اللبناني مستنكرا في هذا السياق استهداف الجيش الإسرائي لقوات اليونيفيل الذي يعتبر انتهاكا للسيادة اللبنانية والقانون الدولي اشتركوا في القناة